صباح و أهلا وسهلا على الكنال. اليوم بدأنا نتحدث عن Xperia 5 Mark III. هذا آخر تليفون منه لشركة سوني من التليفونات العادية وليس من ProLine. هذه لديها مميزات مثل التليفون الثاني الذي نزلوه Xperia 1 Mark III. لكن هذه الحلوة فيها لأنه أصغر قليلاً. إذا لم تكن تليفون كثير طويل و تكون شاشة 10 ATP و 120 هرتز وعنا كل المميزات الحلوة من Xperia 1 Mark III. هذا هو التليفون تبعكم. شكراً جزيلاً على كل الناس الذين نشتراك. دعنا نتحدث عن كل المميزات الجديدة و حتى الاندرويد 12 على تليفونات سوني. أنا طارق. دعنا نبدأ. اعملوا لايك و سجلوا على الكنال حتى دائماً دائماً تعرفوا لما ننزلكون فيديوهات جديدة. هؤلاء هؤلاء كل الأراض الموجودين في قلب العلبة. لدينا الشرجر 30 وات. نستطيع استعمال الشريط طبعاً. USB-A إلى USB-C. يشرير البطارية الموجودة 4500 ميلي أمبير. و حلاوة ثانية نلاحظ أن الكاميرات الموجودة هنا غير ما كانت موجودة Xperia 5 Mark II. نلاحظ أن تكون قريباً كثيراً من التليفون الذي نزلوه من قبل. Xperia 1 Mark II وهذه الكاميرات الموجودة لدينا. كانت لدينا أربع لمزات. أول لمزة 16 و 24. وهذه الموجودة لدينا أثنين فوكول لنكس. يعني أن تكون لمزتين. 70 و 150 فوكول لنكس. حلاوة كثيراً و كثيراً مميزات. فقط نعرف أن هذا التليف كومبون أصغر منه. والشاشة تيتها 1080P 120 بدون أن تكون 4K 120. الآن أولاً سأتحدث عن النظام الذي استعملوا هنا. هذه Xperia 5 Mark II من السنة الماضية و ليس كم سنة. وهذه Xperia 5 Mark III. نلاحظ أن شكله تقريباً كثيراً من بعض. لا يوجد كثيراً فرق. واللمزات الموجودة هنا مثل ما أخبركم عنها الأربع موجودين هنا. كان هناك ثلاثة على 5 Mark III. حجم التليفون قريب كثيراً منه للتليفون الثاني. ولكن هناك فرق صغير كثيراً في هذا التليفون أصغر بشوي من 5 Mark II. وقدروا أيضاً يضعوننا البطارية الأكبر منها 4500 ميلي أمبير. الشيء الثاني يجب أن نعرفه هنا أن البطارية الموجودة هنا رغم أنها 4500 ميلي أمبير. نستطيع أن نشارجها بالشريط فقط. ليس من الوائرلس. ونظر أن العديد من Xperia 1 Mark III هي الأبطارية تحتنا مع الوائرلس والشريط فقط. لكن نستطيع أن نرى أن يجعلنا aquele مجتمع أجداد كل البطارية ثلاثة على ذلك. وإخرى النحوة مثل قد أن نريد هم بكثيراً وعندما نعرف بشكلك دائما بشكل موجودين جسد问ين. وهناك عادة ما الذي يمتلك هنا. لدينا عديد لتوكل مستهلك ولكن لدينا تهتمم المستهلك. وكذلك قال لدينا الكاميريات والبطارية الموجودة هنا. هنا لا يوجد ويرلس شارجين ولكن لدينا الشاشة العادية الشاشة الموجودة هنا هي 10ATP 120Hz هذه طبيعة مثلما نرى Xperia 5 في هذه السنة الماضية الاندرويد 12 نجل الذي لديه انا أيضا من شماعتين تقريبا سيستعملون شكله كثير منيح نلاحظ أن لدينا الزرار، هذا الوقت الموجودة الموجودة هناك إذا كنت هنا نصف كبسة، فلنعمل نصف كبسة حتى أرجوكم هنا نسحبها ونرى أن الأرقام وكل شيء مصبوط الزرار موجودة في قلب الباور بطن كما رأيته من قبل ونرى هنا أيضا أنه لدينا الزرار موجودة هنا دعنا نسكر هنا إذا كبسة هنا نفتح الزرار موجودة هنا ونستطيع أن نسيطرها وإذا كبسة الزرار للكاميرا موجودة تحت تأخذني دغني على الكاميرا برو أنا الآن أضبطها أن تفوت على الأوتوماتيك الاندرويد 12 نجل لدينا كل المميزات الحلوية الموجودة هنا الحاسوب الموجودة هنا هو سناب تركن 888 لدينا 8 جيجابايت رام وعن نوعين من الذكرى ياما 128 ياما 256 لكن يمكننا أن نضيف على الأس دي كارد موجودة هنا لأنه نستطيع أن نضيف على الأس دي كارد ياما سيم كارد و أس دي كارد لأن نضيف على الأس دي كارد هذا شيء مميز لدينا أيضا سماعة الهاتفون جاك موجودة لفوق إذا نستعمل سماعة على الشريط كله جميل جميل ننزل إلى تحت ونفتح الزرار للكاميرد 12 أعجبني كثيرا أنه عندما أتيت سوني و أخذت هذا السيستام لم تغيرته كثيرا من التلفونات البيكسل لذلك نرى كثيرا كثيرا بسيط وهذه معلومة نعرفها عن سوني دائما دائما ما يغيره كثيرا عليه للتلفون ويعطونا المميزات الحلوة و عندما نفت تحت الشاشة على الديس بلاي نستطيع أن نغير الإيمج كواليتي لأن نستطيع أن نضيف موضوع 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 وكل الأشياء المعجبين فيها موجودة هنا فهنا نسيطر عن هذا السيارة وقد تغيرت هنا لأخذها موجودة لالتلفون ويجعل تغيرها موضوع 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 يمكننا أن نغيرها أيضا كما ما أخبركم 120 هرتز ويجعلها موضوع موضوع لكن بالشعارة هنا أسبوع البطارية تتحضر 4500 ميمبير الابيرانس يوجد هنا الامبين ديس بلايين الملتي تاسكين موجود هنا الوالبابرز يوجد نغيير هنا ليس لدينا موجود هنا كما كان لدينا على البيكسل يعني إذا غيرت الوالبابر لا تغير الألوان هذه هي الشغلة التي نعرفها الاندرويد 12 موجود هنا مع الدسمبر الموجود من قبل السيستام كله جميل يمشي كثير مزبوط جميع الشغلات الآن جوجل فيد موجود هنا على الشمال ومثل ما نرى هنا مكتوبة الأكسپيريا 5 لقد جاءت على الأخبار نسحب من تحت وننظر كل الشغلات الحلوة وهذه هي العجبات التي أريدها ما أعجبني أيضا فيها كثيرا أن أخذت معي على لاس فيغاز على CES 2022 وعملت لكم فيديوهات من الجمع الماضي الآن نرى الكاميرات الموجودة هنا مثل ما رأينا من قبل الكاميرا برو موجودة هذه جدا جديدة عنه للتليفون العديم وعندنا الموديل هنا البيسيك البيسيك هي الكاميرا التي نستعملها عادة لنستعمل 8 ميجابيكسل الموجودة لفوق الثمانية 8 ميجابيكسل الموجودة وراء 12 ميجابيكسل هنا نستطيع نقوم بعمل فيديو نرى الجارة نقوم بعمل فيديو إلى الكاميرا لنستعمل الكاميرا بالنسبة لنا ننصحكم دائما أن تستعملوا هذا التليفون ونستعملوا الكاميرات الموجودة أحسن كاميرات موجودة هناك وبسبب أن الأزاز الموجودة مثل كأنها مرأية صغيرة يمكنكم أن ترى حالكم وتضبطوا الصورة مضبوط وتستعمل الكاميرا الأساسية 24 ميجابيكسل يجب تكون تعملوا الصورة ألترا وايد لا يوجد أشكال بالكاميرا الموجودة ولكن أعتقد أنه يجب سونيك يجب أن تغييرها ثم نستعمل 8 ميجابيكسل لا أعرف لماذا يجددونها ويغيروها تاني تي بي سيمشي من أدام والفور كي 30 على الكاميرا بالباسيك إذا نستعمل الكاميرا على الفور كي 60 والفور كي 120 يجب أن نضع على السينما برو هذا الكاميرا التطبيق نستعملها هنا على مئة وعلى 60 فريمس بر سكر هذا الفيديو على أبني يلعب على لعبة موجودة بالجنينة للصنايع اسمها Magic Mountain وهو يلعب مع Atom Smasher ترى كيف حلوة الصورة كيف تعمل فيديو على 120 كثير كثير منيح ومعجب فيها كثير دعني أعطيكم مصرق الكاميرا الموجودة قدام والكاميرا الموجودة الخلف نستعمل الكاميريات الموجودة هنا ونستعمل التطبيق الموجود في قلب التليفون ونستعمل التطبيق المعني بأننا نستعمل الكاميرا الأعابية التي نرى فيها على تليفوناتنا نستعملها على فور كي ستين أو المئة وعشرين يجب أن نستعمل السينما مود السينما برو معمولة خصوصية لتطبيق لتشمل هذه الموجودة لكاميرات الموجودة هنا لدينا أربعة فوكول ليكت هناك أربعة لمزات لدينا الـ 16، الـ 24، الـ 70 و الـ 105 الـ 4 موجودين رغم ما لدينا الثلاثة كاميراية موجودة هنا الشيء الثاني الذي يفرق بين هذه الكاميريات الموجودة هنا والكاميريات الموجودة على الـ One Mark III منهم لـ Sony كمان أنه ما لدينا الـ Time of Light Sensor معني أن الـ Auto Focus لا سيكون بنفس السرعة لكن سيكون منيح على قليلة حجم التليفون أصغر ونستطيع أن نرى كل المميزات الحلوة هنا الـ Xperia 5 Mark III الآن نستعمل الكاميرا الموجودة لنستعملها كما أخبركم يجب أن نستعمل التطبيق تبع الكاميرا برو ونقلبه على بيسيك مود ساعتقد أن نستعملها لنعمل فيديوهات وصور من الكاميرا الموجودة البنية الآن نصل إلى الخبرة التي قمناتها على التليفون الثاني من شركة Sony لدينا فقط 4K هنا والكاميرا لا تكون مثل الامكانيات الموجودة هنا لذلك نستعمل الكاميرا الموجودة هنا كل الشيء التي تحتاج لها التليفون تجبرنا أن نستعمل الكاميرا الورانية لذلك نستطيع أن نستمتع فيها ولكن هنا ترى الإمكانيات على Xperia 5 Mark 3 وكما ترى الفيديو فيديو 4K 30 موجودة على الكاميرا الموجودة عندما استعملت الكاميرا الموجودة اسمها بيسيك مود هذه كاميرا كما قلت لكم هذا التطبيق الطبيعي الذي نرى بكل تليفونياتنا معادة يسميه كاميرا هنا يسميه بيسيك مود هنا نرى كما ترى اسمه Alex Crindo من جنبو مع NCRS نرى من الفوليوم لفوق وكما ترى الفوليوم الجديد من الاندرويد 12 نرى كله موجودة جميلة وهذا ما أعجبتني فيه كثيرا الآن سنقوم بعمل إلى 100% Alex Crindo Jumbo من NCS Release سوف نسمى عليهم للسماعات كما رأيته سماعات صوتهم جميلة وهذا ما يعجبني فيه كثيرا الآن سوف نتحدث عن الألعاب أنا على لعبة لعبة الـ Call of Duty Mobile موجودة مثل ما نعرف فيه مثل بارتنشاب بين Sony و Activision حتى يقدر يعطونا أحسن خبرة ألعاب خاصة بالـ Call of Duty Mobile للـ 120 هرتز بهذه اللعبة عندما ندورها كل شيء يمشي مضبوط دعونا ننزل الفوليوم هنا حتى نقوم بعمل كثيرا والحلالة فيها كمان أنه فيكم تضبطوا عدة خبريات اللعبة فيكم تعملوا أحسن صورة وأحسن رفرش رايد وما هذا يكون تسعين فريمس بس ننطق على الـ Settings ومن هنا ننطق على الـ Audio & Graphics كما ترون عندما نقوم بعمل الـ Ultra MP هذا الـ 120 هرتز يجب أن ننزل على الـ Medium ولكن إذا أردت إلى الـ Very High يمكن أن نعطيها 90 فريمس بس مع أحسن صورة مثل ما تريدون يمكنكم تنطق على الـ 120 والتي لا أعجب فيها كثيرا يمكنكم تنطق على الـ 90 على الـ Very High كثيرا جيدا يمشي منيح لدينا الـ System جديد كما اسمه Game Enhancer كما رأيتنا من قبل ألغبوها يمكننا أن نقوم بلى الـ... يمكننا أن نقوم بأسفل هنا بزيائنا نقوم بعمل فيه نقوم بعمل اكترد نقوم بعمل الـ Swipe Down يمكننا أن نقوم بعمل نقوم بعمل أيضًا يمكننا أن نغير شيئا هنا مقابل مقابل سمسل موضوع من المكتب حين لتصرف ويوجد هذه الشيئات وفي حيننا أيضًا في وقراءة os power control تساعدنا للحرارة على التفون نحن نرعب. إذا نركب شريط الشرجر اللي بيجي معنا هيدا 30 واط مثلا فينا نستعمل التليفون على الشريط الموجود فيه من غير ما نستعمل البطارية يعني تماما منشرجها ومنعطيه حرارة زيادة علي للتليفون نحن نرعب شغلة كتير منيحة وغير الكتير ما منشوف تليفونات بيقدر يعمل على الشغلات ليقدر يوفروا على البطارية ويحمل البطارية والتليفون من أي دامج لمدة طويلة سعود من ما شرفناه قبل نرى رغم الإيمج والإيمج 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 والأيو كما نركب ميكروفون من بره الملتي تاسكين إذا نستعمل لن نفتح فيديوات أونلاين سكين شاط كما شرفناها، سكين ريكوردين كما ننقوم ليس بس نسجل الصوت، نسجل الميكروفون والأوميديا ونضع حلنا في قلب الفيديو كما ندور الكاميرا الأساسية موجودة قداما مع الميكروفون يمكننا أن نغير صوتنا نقوم بعمل ميكروفة جميلة ويستمشي مصبوط دعوني أعطيكم كيف اللعبة يستمشي على هذا التليفون ترجمة نقطة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالنسبة لي إذا تفكروا أن تأخذوا التليفون و لا تريدون أن تذهب على التليفون الطويل مثل Xperia 1 Mark 3 لكن تريدون مميزات هادفون جاك، استيريو سبيكر، الشاشة 120 هرتز و تحبوا أن تلعبوا الـ Call of Duty مثله هذا التليفون لا يوجد مثله إن شاء الله يكون أعجبكم هذا الفيديو و سأقول شكرا جزيلا للسوني أن يجعلوني استعارف له هذا التليفون لأعطيكم خبرتي بعد ما استعملته تقريبا شهر أناس و عندي هذا التليفون يصبح مدة والحالية فيه أيضا أن يصبح عندي أندرويد 12 بسرعة و ستستمتع فيه و ترى المميزات الحلوة دائما دائما سوني تعطينا المميزات الحلوة لما ينسلوا التطبيق ولكن يجعلونها على شوية تطبيقهم شكرا جزيلا على كل الناس للمشتراك، سأراكم إن شاء الله في الفيديو جديد مع السلامة